يا مساء الخير والسعادة على كل متابعين برنامج من أول السطر وحشتوني جدا 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 نهاردة حلقتنا هتكون خاصة بالشتاء الجو طبعا متكتك وكلنا خلاص مش قادرين ناخد نفسنا من السقع والجو اللي احنا فيه نهاردة هنتكلم بقى عن نظام الأكل والضاية اللباز وكل حاجة بقت بتفسد مننا خالص في الشتاء الناس على طول بتسأل المناعة بتزيد الأكل ما بيخلص عمالين ناكل ما بنشبعش طب ده أساسه إيه وأسراره إيه مش عارفين لحد دلوقتي الشتاء داخل علينا دخلة قوية جدا ولا عارفين نوقف أكل ولا عارفين نوقف ساعة طب هنعمل إيه كل ده هيرد علينا النهاردة استشاري غزائي وهيقول لنا هنعمل إيه في نظام الضاية اللي بيبوز مننا طيب لما بنكون معزومين برا بيكون عندنا مشاكل كتير جدا هتقولولي بقى هنعمل ضاية وكمان هنتعزم برا مش هنأكل براحتنا لأ هنأكل براحتنا بس ممكن نأكل بطريقة شيك طريقة فيها بروتكول وبرستيج عالي جدا ومن أساس البروتكول أول ما بتيجي سيرته يبقى وراء الإتيكات على طول برضو النهاردة هتكون في حلقتنا مشرفاني ومنوراني خبيرة إتيكات هتعرفنا كل أساليب الإتيكات وإيه النظام العزومات وأساليبها وإزاي نقدر إن احنا ناكل برا البيت وجوه البيت بس الطريقة شيك كويسة كمان كل ده مش هنعرف نكمله بحلقتنا غير بالشيف بتاعتنا هتقدم لنا النهاردة طبق خاص جدا ببرنامجنا من أول السطر هيكون فيه كل المواد الغذائية بس تخالم من الدهون وحاجة أساسية لكم كلك هتشوفوا كل الضيوف بتاعتنا دول وهيرد على كل أسئلتكم وهنتابعكم بس هتشوفوهم إمتى بعد الفاصل انتظروه مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل واللي منور حلقت النهاردة ديفي الدكتور شادي استشاري التغذية العلاجية هيرد على كل أسئلتكم النهاردة ويعرفنا بقى الضيوفيبوز منورنا يا دكتور نروح عادتك ربنا يا خليكي كل سنة وانت طيب؟ طيب طبعا بقى الجو شتا وجو متكتا جدا وإحنا مش قادرين الناس دلوقتي بقيت قعدة بتاكل برطقان واستفاندي والفكهة والدنيا بتبوس خالص عايزين نعرف الطرق دلوقتي الضيوفيبوز ده نمسك نفسنا ازاي وإيه السبب اللي بيخلينا ناكل في الشتا أكتر من الصيف حاضر أنا هو اللي حررتك لو جينا نتكلم في وصول التغذية العلاجية للجسم أي بن قدم المفروض كل إنسان له احتياجات غذائية مختلفة عن التاني وفيه عوامل وراسية بتتحكم في شكل جسمنا موجودة في الدم بتاع البن قدم في الدين ايه بتاعه بتخلي إن أنا لو أكلت أقل كمية ممكن أزيد أكتر من حد تاني ممكن يأكل قدي أربع مرات وفيه حاجة اسمها معامل الاحتراق اللي بتحدد به السعرات اللي جسم كل واحد محتاجها وفيه عوامل تانية كمان بتحدد كده اللي هو درجة الحرارة وكده درجة الحرارة كل ما بتقل طبعا احنا في الشتا درجة الحرارة بتقل فبالتالي احتياجنا لازم بيزيد فيه عوامل تانية بتأثر اه قلة شرب الميا بتخليك الإشارة توصل غلط للمخ نبدأ إن احنا ننسى نشرب كل نسبة كبيرة جدا من الأكل اللي بناكله بيكون نقصة في الميا ويكون الإشارة إن احنا بس إيه مجرد أن أحس إن أنا محتاج حاجة 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 توصل لمعادتي لو أنا شربت قدر كافي ونظمت المواعيد بتاعتي وبدأت التسلسل المزبوط للوجبة هات أمورها تختلف نبدأ بالميا وبعد الشربة الصرطة البروتين الكاربوهدريت في الآخر نضفت الأكل من سموم ملح لو قدر الصلصة التواب حاجة لها قدر لو زادت عن حدها اللزوجة بتتغير واحتياجنا لأكل تاني بيزيد بعد كده في حاجات أكلات فيها معامل تسكر عالي بيضغط ضغط على البنكرياس يطلع إنسولن عالي جدا فبالتالي يحرق السكر اللي في دم تجوع أسرع حتى لو لسه أكل تجوع أسرع علشان كده اختيار نوع الأكل بيفر إجامد جدا في أنه يريح الجسم تشبع بقى أقل كمية وكمان الفايدة بتاعت الأكل تستفيد منها كويس طيب إحنا كمان بيقابلنا مشكلة يا دكتور الأكل يعني فيه ناس كتير جدا موظفين طبعا فطول اليوم بيكونوا دايركت برى البيت فدلوقتي هم بيسألوا أنا برى البيت مش بل حق أعمل أي فطار أو أي وجبة غدا أخدها معي في الشغل بالتالي بيكون مجبر إنه هو يجيب أي ساندوتش من برى من أي مطعم الكلام دا كله طيب بالوقتي الأكل اللي بيقابلنا برى معظمه دهون فعلا إزاي نعرف نحمي نفسنا من الدهون دي أو حتى السناكس اللي إحنا هنقدر نخدها للضرورة جدا نعرف إن إحنا ناخد منها كمية قليلة طيب وطبعا خلينا نبقى واضحين كل أكل برى يعني 99% مش صحي وكل ما قدرنا إن إحنا ناكل على الأقل 80 أو 90% من أكلنا داخل البيت ومعمول على أدينا وعارفين المكونات وإيه بالزبط وإيه المحتوى الدهون الجواة والدهون اللي مستخدمينها دهون نظيفة أو كميات محسوبة فالأمور هتبقى أفضل كتير جدا جدا السناكس اللي حرك بتقولي عليها اللي ممكن ناخدها معينا في شغلنا أو كده ممكن نستخدم حاجة زي الفشار نجيب 3 معالق دورة ونص معالها صغيرة زيت وبدل الملح بقى نحط يعني إيه عارفة التواب اللي هي بتاعت البطاطس الحاجة بسيطة خالص يعني نعم الملح يبقى فيه قوانين بتحكمه عشان احتباس السوائل ده حاجة من الحاجات اللي بتزود جامد جدا حجم الجسم الحاجة الثانية اللي ممكن تنفع إن أنا أخد توست بني وأخد معي مثلا مسلسين نستولايت أو كدهات معي في الشغل في حاجة اسمها لانش بوكس اللي بنعملها لأولاد ما فيش مانع إن الواحد لو في إمكان شغل وينفع أنه يسمح له بحاجة زي كده يحط فيها مجموعة من الخضروات والفواكه وكده حتى لو إيه حتى لو مثلا بضايا مسلوقة حاجة أي حاجات فيها بروتين وفيها نشويات فيها ردة أو فيها نخالة كتير علشان خاطر تملى في المعدة وكمان تحسسنا بالشبع لمدة أطول وكمان ما تضغطش على البنكرياس بشكل قوي يخلينا أولا نجوع بسرعة أكتر ويخلي معامل تحول النشويات لدهون على الكبد وفي الجسم يبقى أسرع كتير طيب لو إحنا برضو هنتكلم عن فكرة الصيام المتقطع دلوقتي الفكرة دي أنا شايفاها أنها بقت بيرفك تقاوي وطلع عمودة جدا يعني بقى معظم الناس دلوقتي تقول أنا هسوم 8 ساعات هاكل 8 ساعات هشرب 8 ساعات بقوا بيقسموا اليوم عندهم الفكرة دي فعلا صحيحة؟ هي صحيحة لو اتعملت صحة يعني الصيام المتقطع ده من الأنظمة اللي ما هيش متطرفة أنظمة الرجيم دي حاجة يعتبر ناس كتيرة جدا بتطلع في فرقة بتطلع في موضة فبيقلدوا بعض في أنظمة يعتبر فيها شيء من التطرف أو ما كانتش معمولة للإنسان العادي للرجيم العادي المفروض يبقى متوازن في هرم غزائي قاعدة بتاعته كاربوهيدريت القمة بتاعته دهون فإحنا بنختار نوعات التغذية بناء على الهرم ده الكمية الصغيرة إيه والكمية الكتيرة إيه قضى في السموم اللي هو الدهون والسكريات والأملاح والمالح طيب العنظمة المطرفة زي الكيتو زي دي كانت مثلا الكيتو ده كان بادئ في علاج الكنسر إنك بتوقف الكاربوه خالص فبتقلل التغذية للخلال الكنسر فبتخلي الحالة تحسن ووقت في حالات بتخيف نرجع للصيام المتقطع الأصلي في إيه إن إحنا هنصوم 16 ساعة وهنفتق وهناكل 8 ساعات وإن في 8 ساعات دول المفروض إن أنا أول الأسبوع هيكل ثلاث وجبات وهيكونوا مش مفتوحين كده لا ده أكل صحي ومحسوبين بالسعارات اللي محسوبة بتاعتي اللي احتياج بتاعي أنا طلعت عملت الميزان بتاعي اللي يطلع 1800 بأنا مش هعمل 1800 ضايت 1800 وهعمل رياضة اللي بيحرق فيها مثلا 300 كمان زيادة سعارات زيادة وفي 16 ساعة دول المفروض إن أنا المسموح لي بس الميا والسوايل عدمت الطاقة يعني إيه سوايل عدمت الطاقة؟ عصير اللمون بسكر رجيم نسكافيه بلاك بسكر رجيم اللي ممكن شربة خضار بس ما فيش خضار بقى أنت كله سوايل بس بس ما فيش طاقة حاجة يعتبر كده أي مجرد إنها حاجة بتدي إشارة كاذبة إن فيه دخل تغذية للجسم بس هي بالفعل ما فيش أي طاقة فالجسم بيحرق القديم ما هو أنت بتكبر الجسم عشان يحرق المخزون ده مش صحيح طبيعي إحنا بنأكل وبنحرق والموضوع ممكن الواحد يفضل ثابت بالسنة ويحاول يعمل رجيم ويفضل ثابت لأن فكرة إن أنا نكبر جسم من ويحرق القديم هي دي فكرة الرجيم طيب لو هنتكلم بقى عن نظام الكيتو دايت اللي حضرتك لسا كنت بتتكلم عليه مؤخرا برضو طلع داكاترة مشهير جدا حذروا من نظام الكيتو دايت وقالوا إنه هو بيأثر على صحتنا بمعنى عايزين حضرتك توضح لنا دلوقتي قدام المشاهدين معظم الناس ما تعرفش يعني إيه نظام كيتو دايت عايزك تشرح لنا وكمان تقول لهم إيه أضراره حاضر الكيتو دايت ده برنامج غذائي أول ما ظهر كان لمرضى السرطان علشان نقلل التغذية اللي وصلها لخلايا السرطان فبتمنع السكر خالص أو بتوصل لخمسة في المية من التغذية هي سكر يعني بحسب السكر اللي في الخيارة تخيالي مدى لإيه يعني مفيش سكر خالص نهائي كل حاجة حتى السكر الدايت مش أي سكر دايت بين فعنوع الستفيا الستفيا دي ورقة شجر على فكرة بيتعامل منها طبعا شركات كتيرة بقول اسم العلمي استفيا دي ورقة شجر هي دي الوحيدة اللي مسموحها في الكيتو ومفروض 65% دهون و35% أو 30% بروتين نسبة الدهون العالية جدا دي مش أي جسم يستحملها ومش أي كلا أو كابت تستحملها يتمشي عليها فترة كبيرة فيه مشاكل بتحصل نفسية أو فيه بيحصل في الأول نوع من الكارب كريف أو نوع من الحالة النفسية من نقص الكاربوهيدريت دي حالة نفسية بتوأشددة جدا بتبدأ تحرق من أول الأسبوع الرابع الخامس السادس أعلى معدلات نزول اللي هو ممكن فيه بعض الناس في السمنة المفرطة يوصل أنه بينزل كيلو وكيلو ومتين في اليوم في مرحلة الأسبوع 11 وال12 وكده مشكلة الكيتو تأثيرها على الكبد والكلة ومشكلتها في الرجوع بعد كده لأن الرجوع منها لازم محتاج فن كبير جدا جدا النهاردة مش هينفع مرة أرجع للكاربوهيدريت هيحصل لي مشاكل صحية كتير جدا بتبدأ في وجبة واحدة وبتبدأ أنك تدخل الكاربوهيدريت لي فيها زي البطاطس المسلوقة ووجبة واحدة بس وتبدأ الدنيا تتقيم وفيه ناس كتيرة جدا بتتعب بعد موضوع الرجوع من الكيتو غير أنه كمان ايه أنا بعتبره كريجيم متطرف يأثر على اتزان النيتروجين في الكلة وبالتالي ممكن بعد فترة يأثر لنا يعملنا نوع من الفشل الكلوي عند بعض الناس عندهم استعداد طبعا مع بعض المكملات والأدوية ناس كتيرة جدا بتمشي على الكيتو لفترة معينة وبتقطع ده بيكون سبب في زيادة أكتر من الرحلة اللي مشيها في الكيتو مثلا نزل فيها عشرة بيرد أكتر من مبادئة هو بيكون صعب جدا لأنه بيعتمد كله نسبيا 75% دهون بالفعل وفيه حاجة تانية كمان نرجع لأول حاجة قلتها أنه إحنا قلنا إن الجين الوراثي هو اللي بتحكم فينا يعني أنا النهاردة عندي جين وراسي إن أنا وزني هيبقى زيادة شوية مش الطبيعي حتى لو مكلت الأكل العادي هيبقى زيادة شوية فبالتالي الجين ده يفضل معاية طول عمري يبقى لما أمشي على رجيم أمشي على رجيم متزن ما فيهوش أي نوع من الضرر واخد حتى لو ما أخد أدوية رجيم برضو أخد ما أخدش حاجات يعني فيها مشاكل وأضرار لأنه ممكن فيه ما بعد إنه ممكن هتمشي بها كتير هتمشي وهتنزل شوية بأنها ترجع تزيد شوية وهترجع شوية فالرحلة اللي أنا أمشي بيها أمشي رحلة عقلة ما تسبب ليش أضرار بعد كده ما أعرفش أصلحها طيب بالنسبة لبقى للضايت للأطفال عندنا دلوقتي مشاكل كتير جدا للأطفال كلهم بيأكلوا طبعا الحاجات اللي هي الحافظة بتأثر على جسمهم بشكل كبير جدا بنلاقي الطفل عنده تقريبا 10 سنين أو 11 سنة وبنلاقي عنده سنة مفرطة أول ما بنعرفش نوقف أكله في نفس الوقت ما بنعرفش إن إحنا نوديه جيم أو رياضة أو الكلام ده نبتدي إن إحنا ننسح الأمهات بإيه طيب حضرت أنا هقول حاجة أول حاجة عشان أبدأ أعمل رجيم أول أنا أتكلم عن طفل هيبدأ ننظم له العادات الغذائية بتاعته لازم أننظم العادات الغذائية للأم والأب الأول يعني مش معقول إحنا الولد هيكل سويته وصدور ما شوية وهم هيكلوا ماكرونة الشمع اللي ده مش هينفع مستحيل فلازم نبدأ ننظم العادات الغذائية الأول ننظم نوعيد الأكل أنا النهار ده الفطار لازم هيبقى بدري لازم الفطار هيبقى فيه أليف وفيه خضار وفيه بتاع ده بروتين وفيه يعيش أصمر منظومة إن أنا لعيش الفينو ده نازل في المقرر ده ما ينفعش الناس بتعتبروا حاجة يعني إيه جزء من الدراسة جزء من الأكل خلاصه رحلة التعليمية هتبوز مش هتمشي لو ما كانتش ما خادش معاس عن دوتشات فينو فالفكرة إيه بقى أن أنا أنظم النوعية الكربوهدريت اللي بتخش جسمه أحط الرياضة في جملة مفيدة في حياته اليومية وده يبقى موجود لكل الأسرة كمان الرياضة حتى لو كان الماشي حتى لو نزلنا الأسرة كلها نزلت ماشيت بس نص ساعة ده حاجة هتخلي الجسم يقلل مقاومة الإنسولين أولا سبب السمنة الوراثي ده مرتبط بمناطق معينة وبعائلات معينة وفي ناس عندها مقاومة الإنسولين بتبقى عالية شوية يعني لو أقل أكل غلط أو أقل كربوهدريت غلط بالتخن غلط ده من مقاومة الإنسولين العالية وفي عندهم نفس الأشخاص بيجي لهم دهون أو ديسليبيديمي أو دهون زيادة في الدم بسهولة عندهم أسهل يكونوا دهون في الدم أكتر من الناس الطبعية حتى لو أكل من الدهون مش كتير هو عنده الاستعداد ده لو ما كانش بيعمل حاجة ديفنس ميكانيزم إنه هو مثلا بيمشي بيعمل رياضة بينام بدري ما بيزودش الكورتزون لما بتصهر بتزود الكورتزون في الجسم فبتصرع العملات العكسية بتاعت الايه بتاعت تخزين الدهون تحول الكربوهدريت للدهون على الكبد حالة الكسل والوخم الترصب الدهون في الشرعين ومشاكل بتاعت الجهاز الدوري اللي بتحصل بسبب ايه سوق التغذية والعوامل اللي موجودة عندنا قريدي طيب لو إحنا بقى أحد من المشاهدين دلوقتي ينتبع حلقتنا وعايز خلاص ينتظم في الضايت بالذات في فصل الشرطة وهو صعب جدا إحنا ننصحه بإيه بقى نبتدي الضايت بتاعنا من أول اليوم من الساعة كام ونوقف أكل للساعة كام طيب هنتكلم عن شكين الشك الأولاني إن إحنا نتكلم عن الصيام المتقطع ابدأ من الساعة 12 أول وجبة الفطار بتاع حضرتك من الساعة 12 الظهر وكل نصر غيف وبروتين يا بيدي يا فول يا جبنة طبعا قليل الدسم وأخرج في الأكل 8 دولة 8 ساعات طيب قبل كده مشروبات عديمة التطاقة يعني نسكة فيه قهوة مية عصير لامون بسكر رجيم اللي هو من الأول مصحية من 7 أو 8 إلى حد 12 ومن بعد 8 إلى حد تاني يوم برضو المشروبات دهيت حتى لو وصلت لشربة الخضار وممكن كمان مسموح نص كوباية لبن زيرو خلال 16 ساعة ممكن أزودها على فنجالي القهوة بتاع الصبح في الفترة القبل 12 قبل ما أبدأ الفطار الفعلي عشان ألحق التمنس ممكن أخلي الفطار 11 بس هي بأخري 7 فأنا بخليها 12 على شخطر 8 دي بمدة كافية أن نكون رجعت البيت لأن معظم الناس بتتأخر في الأشغال بتاعتها طيب من بعد 8 وحصتنا بالجوة خلاص يبقى آخرنا بقى مشروبات عديمة التطاقة ولو قفلت الدنيا معنا ممكن يبقى خص أو خيار أو الأكلات اللي هي ما فيهاش أصلا طاقة كدير يعني أنت الخيار أو الخص أو كده المجهود اللي ببزله السعارات اللي ببزله هو أنا بأكله أكتر من اللي جواه فبالتالي الموضوع برضو بيفضل في نفس نقطة الصفر في 16 ساعة دي فبتحك على المخ يبدأ أنه يحرق من القديم وانعايز أنا مدخلش طاقة عشان أحرق من القديم موايد الفكرة الحاجة التانية بقى إن أنا هبدأ أقيم نفسي كده واحدة واحدة أقول إن أنا النهاردة هعمل خمس حاجات الرجيم اللي أنا قلته ده 20% منها فيه نوم بدري أو نوم كافي ده 20% لو ما نمتش نوم كافي الهرمونات بتاعة النمو مش هتطلع كويس وبدل منها هيطلع كورتزوم الغدل فكالوية هتعطل العملية وتفشه دي الرجيم خالص تالت حاجة الماشي بمقدار يحسن الحرق كل واحد محتاج ماشي بقدر يحسن الحرق مختلف عن التاني يعني الستة اللي عندها خمسين سنة وعندها أربعين كيلو زيادة لو مشت سبع تمن داقة متواصل هيفرق معها جامد وهتحسن الجهاز الدوري هتحسن كل حاجة عندها في حين إن الشاب اللي صحيته كويس والمفروض صينه كويس لا ده مش هيبدأ يستفيد ولا يوصل معدل ضربات قلبه للمعدل الحارق إلا لما يمشي على الآن لنص الساعة فيما فوق ويكون ماشي محترم يزود ضربات قلبه ويبقاش ماشي بيتسلق أو بيتكلم في التليفون لازم يحس إنه هو مش قدر يتكلم علشان خاطر نوع إيه يبقى مستفيد إنما طول ما هو ماشي بقى ريحية تامة وبيتكلم مرتاح ده كده إيه بيكون في الغالب اللي استفادة مش قوي بيكون الاستفادة بس مجرد استفادة نفسية بس إنه هو تنشيط الدورة الدموية في أماكن معاناة إنما العضلة القوية بتفضل قوية والعضلة الضعيفة بتفضل مراحة لإن جسمك بطبيعة الحال بيشغل العضلات الأقوى عشان تشير الضعيفة يعني ست البيت بتشتغل في البيت مثلا بتبزل مجهود جامد كدير جدا جدا وممتخسش ليه مش هغلاء العضلات بتاعة السقين والدراع والحاجات اللي بتشتغل أكتر إنما البطن بتشتغلش البطن طول ما هي إيه ما بتبزلش مجهود متواصل يجبر العضلة تشتغل ما مش هتشتغل طيب لو هنتكلم بقى إن فيه ناس كتير برضو حبة إنها تجربت ضايت وفشلت والأوزان بتزيد معاهم فكرروا إن هم يبتدوا نظام العمليات اللي هي مثلا زي تدبيس المعدة أو أيا كان من نوع العمليات حضرتك تنصح بالعمليات دي ولا لا؟ والله هو أنا مش ما فيش حاجة اسمها إن أنا أنصح فيه حاجة اسمها أو تعليمات يعني في المؤسسات العالمية للتغذية هي دي اللي بتكرر لنا إن ده أنصحه بالعملية وده مش هنصحه والله حد البي ام واي بتاعه أو معامل الكتلة بتاعة جسمه اللي هو الوزن على مربع الطول بالمتر فوق الخمسين ده لازم أبدأ الحزبة دي المعادلة دي بتتحسب إزاي بنحسب الوزن على الطول بالمتر في الطول بالمتر فبيطلع مثلا الطبيعي من 20 إلى 25 من 25 إلى 30 ده زيادة طبيعية في الوزن فوق 30 سبنا من فوق 30 إلى حد قبل 35 سبنا بالدرجة الأولى من 35 إلى حد قبل ال40 من الدرجة التانية أو متوسطة فوق ال40 مفرطة فوق بقى ال45 فوق ال50 بنبدأ نفكر في العمليات ولازم نتكلمه في العمليات وحتى لو أنا قلت للعين إن أنا هعمل رجيم لمرحلة معينة أنزلك 10% واحد وازده 200 كيلو لازم يمشي على برنامج غذائي ينزل 10% حالته الصحية هتتحسن بنسبة 50% حتى الفيتنس بتاعه لما يعمل العملية هيبقى أحسن ومعامل ونسبة الخطورة في العملية بتقل جدا إنما عشان أقول إن المتين ده لازم اقترح العملية هو ممكن ينزل المتين ممكن ينزل فعلا يبقى 100 و120 فعلا بس محتاج 6 سنين محتاج فترة كبيرة محتاج عزيمة محتاج مصاريف كتيرة جدا محتاج 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 فلازم تبقى تقترح عليك طراح العملية عشان ما تبقاش يعني يعني قفلت الدنيا عليه هو لو أنا قلتولي لا أنت هتنزل وبتاعه ما هنزلش أو الدنيا قفلت أو في حالته نفسية ما مشتش مع نوعية أكل اللي بيحبها يعني مش قادر تهندله رجيم يعني للطبيع إن أنا بهندل العين الرجيم اللي بيحبه على اعتبار إن أنت أكيد فيه حاجة من الحاجات اللي الصحية بتحبها إنما فيه ناس كل الأكل اللي بتحبه مش صحي ولو حاولت تحط له اختيارات صحية ما بتنفعوش قال لأ مش هاكله فده لازم تقترح عليه فكرة العملية عشان يجبر على كده تمام معينا أحمد من القاهرة ألو ألو سيد أخير أفندي مساء النور تفضل ألو ألو سيد أخير أفندي مساء النور تفضل أستاذ أحمد معلش أفندي والله أنا عندي أستاذ فر بس بالدكتور أتفاض أنا عندي مشكلة في الوزن منطقة البطن دي بس اللي عندي فيها مشكلة بس الدكتور إيه إيه حلول لها أو ما ليه إيه متاش حلول طيب شكرا جدا الدكتور هيرد على حضرتك بصر أسرح فيه فرق كبير جدا ما بين السمنة الموضعية والسمنة الكلية بمعنى إيه بمعنى أننا النهاردة اللي قلنا الحسبة بتاعة معامل الكتلة ده فيه ناس عندها سمنة من الدرجة الأولى أو التانية أو التالتة أو المفرطة مهم من إيه فيه المفروض أن السمنة الموضعية دي أكون أنا على الأقل لتلاتين يعني الوزن أقرب طول متر تلاتين فبالتالي الوزن الكلي الزايد مش كبير جدا وبالتالي هنا هنا أنا أقدر أقول أن فيه هنا دهون مترقمة في مكان معين ولكن لما يكون أنا معامل الكتلة بتاعي أكتر من خمسة وتلاتين أو ربعين أو كدهوت وبتكلم أن فيه سمنة في بطن أه أنت عندك حق في البطن بس الدهون اللي في الجسم بالكامل دي هتفشل أي برنامج أو أي جلسات أو أي حاجة تحاول تخصيصك أي حد يحاول يعمل جلسات اللي بنا آدم عنده سمنة كلية يعني المعامل كتلة الجسم بتاعي تفوت تلاتين في الغالب ده نصب لأنه لازم ينزل الأول لحد المكان المتراكم في الدون ده يبدأ يشتغل عليه ونبدأ كمان إيه؟ ما ببصش للدون بس ممكن يبقى المشكلة مش في الدون يبقى المشكلة ضعف في العضلات وممكن يبقى المشكلة تروح في الجلد وممكن يبقى يبقى لازم تتشخص الحالة في الأول كتعمل ميزان تحليل الجسم يتبين هنا الدهون متراكمة في المكان الفلاني اللي دي سمنة كلية ولا سمنة موضعية المشكلة في ضعف العضلات ولا لأ وتبدأ الدنيا تشتغل على الهدف اللي هو فيه المشكلة طيب إحنا بقى لو هنتكلم عن الناس الكبيرة بيكون طبعا الوزن بتاعهم زيت شوية وبيكون معظم الناس بتشتكي من العظام فأول ما بتروح لدكتور العظام بيقول لها امشي على نظام ضايت عشان أول ما بتخسي بالتالي بتعرفي أن تتتحركي براحتك يعني عايزين طبعا هم يعملوا نظام ضايت في البيت بيعملوا أكل بالسمنة البلدي بيعملوا بالزيت بيعملوا كل الكلام ده ومع ذلك هم طبعا عشان معظم أهلينة وأنا والدتي واحدة منهم ببتحبش الأكل غير بالسمنة البلدي هم ممكن يكونوا ترابوا على الأكل ده طب إحنا عايزين نعرفهم أن الطريقة دي في الأكل بقت عشوائية جدا كمان السمنة البلدي بقت بتأثر معظمها عن القلب أكتر كمان من السمنة فإحنا ننصح برضو بإيه إن إحنا أكلنا في البيت يكون صحي جدا إيه المواد اللي إحنا نقدر إن إحنا نستخدمها وإيه المواد اللي إحنا نقدر نبعد عنها أولا هي السمنة البلدي مش مدرعة هي السمنة البلدي مفيدة والحاجة التانية مشكلة في الكمية نحن نقول نعم فيه هرم غذائي القمة بتاعته هاد دهون القمة بتاعت الهرم الغذائي دي القمة بتاعت الهرم الغذائي ده هات دي المفروب تتحسب من بين أدم للتاني تختلف من بين أدم للتاني يعني النهار ده أنا اللي شغال بدريعه أو اللي شغال بفاس آو الفلاح أو كده الكتلة يعني الكمية اللي محتاجة من الدهون أو كمية السمنة البلدي اللي هو محتاجة هادي هتبقى على الأقل مثلا إيه بتاع 40-50 جرم هتناسبوا إنما بالنسبة لنا إحنا اللي عندنا نمط حياة جلوسي أخرنا خمسة جرام فبالتالي حبك لنوع معين من الدهون المفيدة حتى بيظلمك إنك بتاكل المفروض إنه حق الكمية صغيرة جدا منه زي اللحمة الضوني ما فيها جلوكوزامين مفيد للمفاصل بس المفروض الأونس منها 110 سعر الأونس يعني 28 جرام يعني قد الصباح الكبير ده 28 جرام 110 سعر يعني لو كانت حتة كبيرة شوية ألف وشوية سعر وفيها نسبة دهون عالي بس فيها جلوكوزامين مفيد فمش معنى إننا الحاجة تبقى مفيدة يعني مفتوحة لا مفتوحة مش هتلاقي يبقى أنا قدامي اختيار من الاتنين هتاكل قد كده من السمنة من اللحمة الضاني ياما بتاكل مثلا سدر فرخة مخلي فهتلاقي الفرق قد إيه الفرق إن أنا كالت أكل نظيف ممكن أكل أكل كمية أكبر وتشبعني وأبقى راضي وكويس ياما تضحي بالكمية أو تضحي بالنوعية مستحيل إن أنت ما تضحيش بالنوعية وتلاقي نتيجة النقطة المهمة بقى ده كثرة العظام معظمهم في الناس الكبار في السن يقول لها أنت هتعوزي مفصل ركبة ولازم تخسي بسرعة كلمة بسرعة دي في منطها الخطورة الرجيم ده ضر جدا بالصح والأضرار اللي ممكن تحصل من الرجيم العشوائي السريع اللي بيستخدم فيه أدوية غير مدروسة وغير محسوبة أضرار اللي ممكن تحصل منه عشر أضعاف أضرار السمنة نفسها يعني ممكن الأضرار دي قد تصل للوفاء وفيه بعض الأدوية اللي تستخدم في السمنة ممكن تصل أضرارها ومضاعفتها للموت المفاجئ ومش أنا اللي بقول كده ده المادة نفسها العلمية دي اللي بتستخدم في أدوية كتير من أدوية التخسيس الغير مرخصة المادة دي من ضمن مضاعفتها الموت المفاجئ سادن ديس ارتفاع شديد في ضربة القلب والموت المفاجئ فبالتالي هنا إيه يعني كنا عادنا بالرقبة لو كده أو نزلنا واحدة واحدة أفضل لنا تمام طبعا هتتابعونا بعد الفاصل هنطلع فاصل قصير جدا وارجع لكم داني اشتركوا في القناة مشاهدينا وارجعنا لكم بعد الفاصل ويارب ما نكونش طويلنا عليكم منقشتنا النهاردة ومش تخلص بقى مع دكتور شادي الموضوع شايد جدا خلونا في البداية نرحب بالشيف غادة عادل اللي هتنورنا النهاردة وهتقول لنا كمان الضايد بتاعنا بقى أخباره إيه والدنيا بتاعتنا دي نورنا يا شيف مرسي حبيبتي من نهار الأخبار هوا تمام شغالين عملنا إيه النهاردة عمل لكم سيزار سلط وعمل فراخ برضو ما شوية مع خضار سبانخ وفلفل ألوان وبصل وعمل تحلية لذيذة جدا شفان مع الموز مع كاكاو خام طيب على خير تلاقي بقى خلاص الغدى بتاعنا النهاردة عندك يا شيف نعمل له اختبار الشرب احنا عايزين بقى دكتور تقول لنا فوائد السلطة مهمة جدا طبعا للجسم عايزين نعرف ايه كمان مكوناتها لأن معظم الناس بتفهم طبق السلطة بتكونوا من كل حاجة موجودة وفي معظم الحاجات ما ينفعش تكون موجودة في طبق السلطة او موجودة بكميات صوار احنا السلطة دي يعتبر جزء مهم من الهرم الغذائي ودي فيها الياف وفيها طبعا كمية كتيرة من مضادات الاكسادة الفايتامينز الحاجات اللي احنا محتاجينها اللي احنا لو صرفنا كويس على طبق السلطة احسن من ان انا اجيب فيتامين من امريكا النهاردة عايز احسن مشارتي ما بحصلش مشاكل مع الرجيم انا في الشتاء مش لحق اشرب وبانس اشرب ومش عطشو الحل ايه بقى ان انا بدل ما اشرب مية ااكل مية المية موجودة في ايه في الالياف في الخاص والكابوتش والخيار الالياف دي برضو مفيدة ومعاها كمان فيتامين سي اللي في الطماطم بس ما انكترش عشان الاملاح والله هستخدم مثلا خل التفاح هيفيدني جدا في معدلات الحرق التواب الحرق الدهون بس خل التفاح برضو مش بكمية كبيرة علشان المعدة تواب الحرق الدهون كامون كاري ارفحة بها المستك كل ده برضو اسمها تواب الحرق دهون استخدامها بتحسن ايه معدلات الحرق بتاعتنا كويس بتستخدم بعض الحاجات اللي فيها سكر بكمية وليل زي البنجر مش معقولها حط كمية كبيرة البنجر ده في سكر الجزر في سكر الجزر في كاروتين ومفيد وكويس جدا وبيغزي الجلد وبينضر الجلد كويس جدا بس برضو الكمية المفتوحة منه ما تنفعش المفروض ان احنا سيرف العملة بتاعت التغذية اسمها سيرف يعني سيرف مثلا الكاربوهايدريت اللي هو ربع غيف او توستايا او نص سن او واحد رول سن ده اسمها تمانين سعر السيرف بتاع الخضروات ده ملو الكوباية من السلطة ده هيبقى ايه خمسين سعر فانا المفروض احتياجي اليومي ما بين اتنين واربعة ملو الكوباية اللي هي اللي احنا بنشر فيها او المجل 200 او 250 ميلي ده ملو من السلطة المتزنة ما بين اتنين واربعة حسب حجم كل جسم او حسب البي اي مار او معامل الاحتراق بتاعه اللي هو بالسعرات اللي بيطلع في الميزان ده النقطة الاهم بقى اننا لازم محتويات السلطة دي ما تبقاش فيها حاجة مبالغ فيها يعني او ما تحس انها فيها مثلا طعم حديق ازيد ده مش تبقى صحي الطعم تاعها خفيف ولازم يبقاش فيها كمية كبيرة جدا من الزيوت انا زيت زيتون ده مفيد يا دكتور واضلق لا ما ينفعش ما تضلقش انت ديك من 5 جرام لعشرة متوسط العادي بتاع الناس اللي عندها سيدنتر لايف ستايل اللي عايشه نمط حياة جلوسي اللي هو زينا كلنا نمط حياة جلوسي ده ما ينفعش يضلق كده برحته لا اللي يضلق برحته ده مين رجل اللي شغال بدراعه ده ممكن يضلق برحته مش هيتأثر في حاجة وهيحرق زيت الزيتون ده فيه اوميجا سريو هيستفيده هيبقى مبسوته كويس انما احنا كله بقدر وبحساب طيب لو هنتكلم بقى عن الاطفال بيكون طبعا عمار مختلفة جدا وبتكون مثلا ممكن تقابلنا بالنوتا مومتها بتشتكي ان هي بتاكل كتير جدا وهي مش عارفة طبعا تبطل الاطفال بيشبطوا بقى في الشوكولت او الحاجات دي وممكن يكون مثلا سنها خمس سنين بنقدر ازاي ان احنا نوقفها عن الاكل اللي هو مش هينفع لجسمها دلوقتي وفي نفس الوقت نعودها ان فيه نظام غذائي ونلحق الجسم قبل ما يأذور قوي لما طبعه هرجع للنقطة المهمة نقطة النمط الحياة ان انا مش هبدأ من انا منعها كده على طول لا لازم اغير نمط الحياة يعني النهاردة الطفلة دي مش هقدر اكبرها انها ما تكلش تسعين في المائة من مشاكل الاكل بكمية زيادة بالشكل اللي حرجته قولي ده ده بتكون مشاكل نفسية طفلة دي مش لعيها متعتها في حاجة غير في الاكل المتعة الوحيدة اللي متاحة وما فيش منها غلط وما حدش بيعاقبها عليها هي ايه؟ الاكل لما توصل ان الموضوع ده فيه عقاب وانتي لا ما تكليش هتزدد اكتر وهتاكل اكتر ولو منعتها من الشوكولاتة عافية هتاكل اكتر من الشوكولاتة فلازم الموضوع يتغير نمط الحياة بتاع البيت كله هنبدأ ان احنا مثلا ندخل الرياضة في جملة مفيدة في حياتها ننظم موعيد النوم ننظم مسكتنا للتبات والايبادات والحاجات اللي هي الايه؟ الالعاب الالكترونية دي انها فعلا دي بتأثر جامد جدا على هرمونات النمو وبتأثر على افراز الكورتزون من الغده الفوق درقية فبالتالي طبعا الفوق كلوية فالكورتزون ده كده كده اصلا بيعطل النزول بشكل قوي جدا جدا انا النهاردة لازم ان انا انظم الرياضة وانظم الدخول بتاع الموعيد الاكل وانظم كمية السوائل احسب كمية السوائل كافية على الاقل قبل كل واجبة بربع ساعة لازم كباية مية ما نشربش مية كتير وسط الاكل هي نص كباية بس بتحسن الهضم بعد الاكل استنى على الاقل نص ساعة وما تحليش بعد الاكل وما تشربش مية بعد الاكل استنى نص ساعة او ساعة ادي فرصة لحمض المعدة يشتغل ادي فرصة للمعدة تقوم بدورها في تجهيز العصارة وتجهز الاكل بعد كدهوات يبقى جاهز للامتصاص كويس وفي خروجه وتجهز كمان للمرارة انها تخرج العصارة بتاعتها انها تستفيد من الاكل استفادة جيدة غير كده وكده احنا الاشارة بتاعت الشابع المفروض بتوصل في تلت ساعة معظمنا او معظم الناس بتاكل التقام او اللي هو بتلتهم الاكل ده فعلى ما الاشارة بتوصل تكون اكلت تقريبا ثلاث اضعاف الجسمي الواحد محتاجه فبالتالي لازم علشان الموضوع ده كده لازم ايه ابدأ بمية واشرب شربه وابدأ حاجات كده وابطق في الاكل ويفضل ما تاكلش قدام التلفزيون او ما تاكلش ان تتفرج على حاجة لان الموضوع ده مؤسر جدا جدا حتى ان انا مثلا ابقى سرحان في فيلم او سرحان في كده هاكل اضعاف اضعاف احتياجي ولو المفروض ان الواحد يستمتع بالاكل ونبدأ نعلم الاولاد موضوع الاكل بالشوكة والسكينة ده عشان يبطق لنا موضوع الاكل ويبدأ تدور عنك تستمتع بالاكل نفسه وتاكل ايه قبل ايه يعني نبدأ بالشربة نبدأ بعد كده بالسلطة والبروتين اخر حاجة لنشويات النشويات ده هتبقى رز مثلا بسمتي مكان الرز الابيض الحالة كلها بمعلاقة واحدة زيت المكان السمنة يبقى زيت لو عايزت تطبخ بسمنة يبقى مرة كل فين وفين ويبقى السمنة بلدي وكمية صغيرة الموضوع لازم يكون محسوب لو زودت في حاجة لازم ايه اناقص في حاجة تانية ماينفعش يبقى الفراخ بلدي ومحمرة ومحشية وجنب كل كمية الدهون دي كارثية وبتأثر طبعا على مش بس على الشكل الجسم كمان بتأثر على الوظيفة الوظيفة الزهنية والتركيز والاستعاب الكل كويس يا ابني علشان بتذاكر لا انت مش هتبقى كويس على فكرة لما تاكل الكمية والنوعية اللي مش صحيدي اللي بكمية كبيرة حتى لو اكل الصحي برضو مش تبقى كويس الاداء الحرك يضعيف الولاد بتلاقي فعلا مش قادر يتحرك بينهج لو طلبت منه يقوم يجيب حاجة من القضاء ما يقدرش يقوم بصعوبة جدا وفيه كسل واخم الحاجة التانية ان البشرة نفسها مش كويس بتلاقي البشرة يعني هو وزن زايد والبشرة مش نادرة ومش صحية وتلاقي العين فيها يعتبر هالات في سن صغير جدا من كتر الصهر والتبات وكتر الحاجات دايد فبالتالي انا لازم ببص ان الاداء دا وسيلة ان انا احصل على جسم صحي بشرة صحية تحاليل كويسة ودهون كويسة جدا اداء عضلي جيد خلاص واداء زهني جيد الخامسة دولة وتحققه في اي رجيم يبقى ناجح حتى لو عملته بنفسك بس المهم تحترم السيرف اللي هو الخضار والسيرف بتاع البروتين وتختار البروتين اللي فيه دهون اقل وتختار دايما الاكل المعمول في البيت لان انت عارف محتوى الاكل اللي برا انا مش عارف محتوى فعليا علشان يبقى شهي لازم نحط ملح كتير وحط طوابل كتير وحط دهون كتير طبعا يا دكتور حضرك شرفتنا جدا ادتنا معلومات كتير قوي عن الضايت واتمنى فعلا ان يكون الشتاء بالنسبة لنا مش مجرد اكل بس ويكون كمان حفاظها على جسمنا وعلى بشرتنا وانا بضم صوتي جدا لصوت دكتور شادي ويا رب دايما نكون للأحسن والبنات تكون احسن واحسن وكمان استيدات كبيرة وكمان الرجال نوضوع النهاردة ما كانش خاص بس بالشياكة او الجسم او الكلام ده ولكن كان اهم حاجة عندنا النهاردة بنركز فيها الصحة ثم الصحة ثم الصحة حلقتنا النهاردة هتكون لست فيها حاجات كتير جدا بس تخلونا نشوف بعد الفاصل لخبيرة الاتيكيت شوفكم على خير انتظروني بعد الفاصل